طيب إنجازات الأهل الحقيقة في كل الألعاب حاجة رائعة جداً مش بس في الألعاب الجماعية في الألعاب الفردية فيه ألعاب لو حد حقق ما يحققه الأهل أو ربعه كنت هتسمعه صخب إعلامي ودوشة ملهاش مسيل هنا تنس الطاولة شايفين حاج نجاحات ولاد وبنات الأهل في تنس الطاولة عاملة إزاي آخرهم دينا مشرف ابنة الأهل وبطلة مصر وأفريقيا النسخة العربية من مجلة فوربس العالمية المصرية بتختار دينا مشرف كأول لعابة تنس طاولة في الشرق الأوسط تنضم لقائمة أفضل 30 شخصية مؤسرة أو أفضل شخصية مؤسرة تحت سنة 30 سنة ده إنجاز كبير جداً لدينا مشرف البطلة اللي حققت إنجازات كبيرة جداً الدكتور علاء مشرف بطل مصر والنادي الأهلي أيضاً في تنس الطاولة ورئيس الاتحاد السابق وسكرتيلة للجنة الأولمبية السابق في تصريحات لول سكاي نيوز عربية قال إنه نحن تلاقينا الخبر عبر مكالمة هاتفية من الصين لإنه دينا بتتواجد حالياً للمشاركة في إحدى البطلات الكبرى وإنه هو قد إيه سعيد جداً وهي سعيدة جداً بهذا الاختيار الكبير إنه فوربوس العالمية تختارها ضمن أكتر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن التلاتين سنة وقال الدكتور علاء مشرف إنه سر تفوق تنس الطاولة المستوى الفن الكبير جداً لللعبة والتداول بين الأجيال مع الاستعداد الشخصي وهذه الموهبة دينا سليلة عائلة أدمنت تنس الطاولة ولدها هو والدتها أبطال جمهورية سابقين جدتها لعبة تنس الطاولة في النادي الأهلي خلتها لجدتها بطلة مصر وإفريقيا يناس الدرويش أحد الأساطير في هذه اللعبة يعني جز خلتها كابتن متحة بالفتوح تكن كابتن النادي الأهلي في تنس الطاولة وسلسال بقى الناسة بينهم وبين آل عز جلال عز ومجد عز وإذن هي فيه مناخ بوز عمتها أشرف حلمي بطل أفريقيا وإبن الزماني بالضبط كده لا يعني هما الحقيقة مناخ تنس الطاولة في إيدو مضرب لأنه كمان اللي ملعبش تنس طاولة ولكن واحد من أبرز قيادات تنس الطاولة الدكتور وفيق ميشل وهو أحد علماء قول لي ملعبش صحيح؟ جزء ملعبش محترف لا ملعبش يعني حباه زي حالتنا كده ما كان أحد خيادات البترول أعتقد لا ده كان عبقري لأنه هو كان في كوميت العلوم كان عبقري في مجاله دكتور دكتورة في دكتور في ساينس وبعدين مسك تنس الطاولة في الناشئين في النادي الأهلي وكمل يعني أنا وبعدين جيت دكتور علاء دكتور وفيق استلم بقى وطور وعمل إنجازة وبعدين بقى رئيس الاتحاد المصري ثم صار في مسيرته الدولية المشرفة فمش غريبة أن العلة دي تفرز مثل هذه النماذج الطيبة وتنس الطاولة قدمتها هنا بيقود الأمر أنا ساعة كده أعد أفكر هو ليحنا بنجرجر المنافس بتاعنا اللي بجرجرنا والله أن يحط أهمية اللعبات يعني لو تتكلم من أربع سنين عن كورة اليد ما كانش حد مهتم لحد ما الجمهور صدر لنا المغيزة المكايدة في إيه بقى لأنه ما عندوش إنجازات غير في كورة اليد فابتدأ كورة اليد كورة اليد فأصبحت وإحنا لا الله فين كورة اليد بتاعتنا هو عندهم لعيب حطوه في مقام الأسطورة كابتن مصطفى الأحمر أستحق أحمد لعم أحمد ابن مصطفى أبو والده كان لعيب عظيم جدا برضو في الزمالك فأحمد الأحمر يستحق كل التقدير من جمهور الزمالك ليه استمراريته ومساهماته حتى الآن مع كورة اليد لكن هم استطاعوا يضعوه بينما أنت عندك أساطير العالم معترف بيها زي كابتن أحمد صلاح وكابتن عبدالله عبدالسلام عبدالله عبدالسلام لبين في الفولي عالميا عالميا تهيني تصن في البنات عالمية وهكذا الفريق نفسه رجاله سيدات الذي يعبث بهم الآن حققوا إنجازات في جنس موسوعة جنس إذن أنت لو إقلب بقى لو أنت المتفوق في الكورة اليد وآخرون المتفوقين في تنس الطاولة لا شاهدت أن تنس الطاولة دي أهم لعبة في مصر طب يا شباب ما تعملوا كده يا مشاجعي الأهلي افتخروا هو أنت حد عنده الإنجازات عندك معجزة طلعالك هنجودة المصنفة الأولى 15 و 17 و 19 وتكرم كأعلى موهبة صاعدة على مستوى العالم ودي دينة مطلة أفريقيا وأفضل تصنيف للاعبة في تنس الطاولة في تاريخ القارة وعمر عسر الذي يحقق نجاحات مبهرة غير مسبوقة في مجال تنس الطاولة على مستوى الرجال تصنيف دولي عالمي محترم ومصطفى عسل تاني أفضل للتصنيف العالمي في السكواش ومصطفى عسل في السكواش تصنيفات عالمية إنتوا بقى دوركوا تعظموا أبطالكوا مش نقعد نتكلم في المنطقة اللي هم عايزيني نتكلم فيها ترجمة نانسي قنقر